مصرف البحرين المركزي مائة واثنان وثمانون يوما تبدأ في التاسع من شهر مايو عام الفين وتسعة عشر وتنتهي في السابع من نوفمبر عام الفين وتسعة عشر ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك ثلاثة فاصل سبعة بالمئة بلغت قيمة استثمارات السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو مليار وستمائة مليون ريال خلال العام الماضي ليحتل المرتبة الرابعة بين المستثمرين غير الإماراتيين من حيث إجمالي قيمة التداولات التي تمت في السوق خلال العام وتشكل قيم تداولات المستثمرين السعوديين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ثلاثة فاصل اثنين واربعين بالمئة من إجمالي تداولات السوق خلال عام الفين وثمانية عشر اتصل ملكية السعوديين إلى قرابة مليار سهم تراجع عجز الميزانية في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية في يونيو إلى خمسة فاصل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة فاصل اثنين بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن ميزانية مصر سجلت فائضا أوليا بلغ مليارين وسبعين مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن الخلافة التجاري بين الصين والولايات المتحدة يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي مبدئة أسفها للشائعات والتغريدات الأخيرة غير المؤاتية للاتفاق هذا ويستأنف الصينيون والأمريكيون مفاوضاتهم التجارية الصعبة هذا الأسبوع في واشنطن وسيتوجه كبير المفاوضين الصينيين ليوهي يومي الخميس والجمعة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية أشار تقرير صادر عن مؤسسة IDC للأبحاث أن مبيعات الهواتف الذكية قد شهدت تراجعا بنسبة 6.6% بالربع الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من عام 2018 وكشفت سامسونج من جانبها عن أرباحها مشيرة إلى أن المنافسة مع ميدان الهواتف سيفرض مزيدا من الضغوط على الشركة الكورية الجنوبية في النصف الثاني من هذا العام أما أبل فقد تراجعت مبيعات هواتفها من نوع آيفون بنسبة 17% مقارنة بذات الفترة من السنة الفائتة